نشوف برضو الوضع بالنسبة لفريق نهضة بركان في الوضع الحالي معايا عبر الهاتف او عبر زوم الان الكابتن مونير الجوعاني المدير الفني السابق لفريق نهضة بركان والحالي لنادي اولمبيك خربكة المغربي يا فندم مشرفنا ومنورنا سعداء جدا بتواجدك معنا النهار السلام عليكم وشرف متبادل وهذا الشرف كبير لنا نكونوا ضيوف عندكم ونحن في بلدنا التاني بلد مصر اللي نحبوها كتير والحمد لله انه علاقتك وطيدة ما بين الشعب المغربي ولا الشعب المصري ونتمنى ان شاء الله انه نكون عند حسن ضن الجمهور اللي كيستمعناه اللي كيشوفناه في الحين ان شاء الله كيف تنزل لهذه المواجهة الكبيرة القادمة مبين فريقك السابق فريق نهضة بركان ونادي عزة مالك في زائب نهاية الكنفيدرالية بصراحة فاولا ممكنش ننسى كان نهائي دي 2019 اللي كان نهائي كبير وكان فريق السابق فاز علينا لانه خصوصا بتجريبة خصوصا اللاعبين اللي كانوا عنده كله مجربين نادي السابق اللي اللاعب اكتر من نهائي على عصبات الابطال والاتحاد الافريقي فريق نهضة مالك كانت نحن اول جريبة نهائيا لعبوه مع فريق وفريق كبير فريق من اكبر الفورق للصعيد الافريقي والعربي اللي هو نادي السابق كانت نظن بان في ذاك الوقت تجريبة خانت نهائي بركان وجريبة هي اللي خلت أن فريق نادي السابق يفوز كنا نفزنا بمباراة ذهب هدف سافل لكن مباراة الاياب كانت اول جريبة اول مباراة كانت استعمل فيها الفار وكانت نهازنا وكانت واحد دفعة كبيرة من الجمهور ديال الزماليك الغاء عكس حاليا فريق نادي السابق كان من بعد ذاك النهائي فاز مرتين بالنهائي وعنده تجريبة كبيرة عنده لاعبين أكثر تجريبة من ذاك الوقت لأن ذاك الوقت كان تفاجئنا لقينا رسنا في النهائي فكن نظن بان فرق كبير ما بين النهائي 2019 و2024 وكن نظن بان حاليا فالمباراة ستكون صعيبة للطرفين الفارق اللي سيكون مستعدينيا أكثر هو الفارق اللي سيكون للنهائي الحقيقي هو اللي سيكون في القاهرة ان شاء الله شكرا